بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ننطلق على بركة الله نتعلم التلاوة الصحيحة عمليا ونتعرف على بعض الأحكام التجودية مع فضلة الشيخ خالد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مع تلاوة الآية الأولى من هذه السورة هذه السورة رقم كان يريد لو معاك المصحف افتح وبص كده عليه دي رقم 58 يعني إيه الرقم ده بالنسبة لي وأنا أتلو كتاب الله تبارك وتعالى أنت مع بداية السورة الأخيرة في النصف الأول اللي احنا بدئنه من تحت لكتاب الله سورا يعني اللي ماشي معانا بيحفظ وبيقرأ احنا بداية اليوم بداية السورة أيوة نصف القرآن نصف القرآن نعم سورة لأن السور 114 58 انت خطب لك من دي ده رقم واحد اتنين هنبدأ سورة جديدة آه هنبدأ سورة جديدة طيب لما أبدأ عند أي سورة طبعا سمعت مني كثيرا في مقام التلاوة لابد أن تستعيذ في البداية خلاص أصبحت مسلمة خلاص عشان ما تفتكرش ننسيت طيب مع بداية أي سورة وأنت تقرأ وهذا حكم عام لكل القراء بما فيهم حفظ خلي بالك لما تبدأ أي سورة لابد عند الابتداء احنا في أول السورة بقول ايه لابد عند الابتداء بخلاف لما نخش بقى في الآية رقم اثنين أو ثلاثة أنت مخير أنا دلوقتي بأتكلم فين في أول السورة لابد منها أي من البسملة في ابتدائك سورة يعني إذا ابتدأت أي سورة لابد أم تبسمل طبعا عدى براءة وده خلاص انتهنا منه بس أذكرك ده رقم اثنين رقم ثلاثة قبل أن نتلو الآية الآية التي معنا من سورة المجادلة أو المجادلة الاسم ده على فكرة اسم توقيفي يعني هكذا سمع من الصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه اسمين تانيين بحكم التعلم في الكتاتيب سواء كان في مصر حفظها الله أو في غيرها قد سمع عارف ليه؟ أصل أول كلمة والتانية اللي بعديها بالأولى قد والتانية سمع والاتنين دول في بداية السورة دي وعلى فكرة ما فيش سورة في كتاب الله مفتتحة بقد سمع غير السورة دي إبدا اسم مشهور في الكتاتيب حتى نبه عليه ابن عشور وقال والمشهور عندنا في الكتاتيب بتونس وكذلك في مصر حفظها الله حفظ الله الجميع إذن إبدا أنا عندي المجادلة أو المجادلة عندي اسمها قد سمع ماشي ذكر صاحب الإتقان أنها اسمها سورة الظهار لا يعنينا أي شيء غير أنني إذا سمعت من يتكلم بأي اسم من هذه الأسماء يبقى بتكلم على إيه السورة اللي معنا ديت طيب الآية بتقول إيه بعد أن تستعيذ وبعد أن تبسمل تقول ما يلي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها يبقى الخطاب موجه للنبي والنبي ليشك أن الله تبارك وتعالى يعي ويسمع كل شيء إذن فما موقع هذا الكلام إذن هو توقع من النبي والمجادلة يعني إيه قد سمع سمع الحقيقة خلاص خلاص كده بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه قد سمع الله قولا التي تجادلك تحتج وتستدل يبقى أنا كده في عندي نقاش واحتجاج بين النبي وبين هذه المرأة من ديت يا خولة أو جميلة أو خويلة بنت مالك هذه المرأة هي زوج الصحابي الجليل أوس ابن الصامت هذا الرجل الصحابي الجليل شهد مع النبي بدرا ومشاهد كثيرة وأدرك زمن سيدنا عثمان بن عفان خلي بلكم جيكويس أوي ليه هذه الآية مع مطلعها والآيات القادمة يقول ابن عشور تعلم هذه المرأة نساء الأمة ورجالها كيف يدافعون عن الحق ويطلبونه وبالأخص حينما كانت تستدل وتحاج النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقولها حرمت عليه وهي تقول له عندي أولاد إن ضممتهم إلي جاع وإن ضممتهم إليه ضاع كلما تحاج النبي وتستدل وتخاص يقول لها النبي حرمت عليه بسبب ماذا عن جهية الزوج في لحظة ما إذن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي يعني إيه تشتكي يعني تطلب رفع الضر عنها تقول النبي ما تقول والنبي يقول حرمت عليه إلى أن قالت أشتكي إلى الله ثاقتي عارفين ثاق يعني إيه يعني الحاجة ووجدي بالمناسبة كلمة وجد في اللغة العربية تطلق على الحب الشديد والحزن الشديد فهي تحب الزوج وتحب بنيها وفي نفس الوقت تحب ربها وتسمع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فهي بين حب هذا وشيء من هذا تقول أشكو إلى الله فاقتي ووجدي والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير خلي بالك لفظ الجلالة جمعايا في الآية دي أربع مرات وما في سورة في كتاب الله كل آية فيها يحتوي على لفظ الجلالة لا يقل عن مرة أو مرتين إلا هذه السورة افتح كده وقرأ كده أي آية في هذه السورة لا تخلو أي آية في هذه السورة من لفظ الجلالة عرف ليه لتربية المهابة في نفوس من يقرأ ده واحد اتنين هذه نعمة من نعم الله علينا تستلزم الشكر أصل أصلا من ضمن الكلام بنها وبن سدنة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما طلق قال النبي حرمت عليه شفت النعمة دي بقى بينت مع أن هذا الأمر كان عندهم كما كان يقول ابن عباس طلاقا وتحريما مؤبدا ولكن بهذه الطريقة بهذه الواقعة سبب الله الأسباب ليوضح هذا الحكم فهمنا بقى كده الكلام تمام ليه فهمنا كده الكلام ده والتل عشان إيه عشان لم نقرأ كده ونسمع سيدنا من يقرأ قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما أعرف لي كم بيوصل أو أعرف إلا مضاء النفس وإف ورجع عالتاني وكمل أصل الكلام لسه متصل ببعضه لا يصح الوقف هذا لمن كان حسن النفس ليس ضيقا أما إن كان ضيق النفس قصير النفس فله أن يقف في أي مكان والكلمة التي يقف عليها يبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن كان يستطيع إذن أنا كده عرفت الآية دي بتتكلم عن إيه عن هذه المرأة الصحابية الجليلة التي جعلها الله سببا لهذا وعلمتني طلب الحق والعدل والنصرة لقومي وأسرتي وديني إذن هذا أول حكم معي حينما سمعناه عمليا من سيدنا الشيخ عبد الباصد حينما تلا تعال بقى الحكم اللي بعد كده مع الكلمات خلي بالك بقى وإنت بتقرأ من قوله قد سمع الله طيب شفت لما وقفت على الكلمة عملت إيه سكنت الحرف الأخير عشان ما تقولش قد سمع الله وتبين التشكيل لا ما انت بتقف عن مشيك حينما بالحركة أحيانا أقف بالحركة عشان أوضح لك إنها موصولة بالحركة دي بالفتحة بالضمة بالكسعة تعال كده خلي بلك بقى معايا من اللي هقولك عليه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها هنقف هنا ده بس عشان نطلع اللي فات الأول الدل والسين قريبين من بعض فما تدغمش وما تبدلش حرف بحرف يعني ما تقولش عفوا كده قسمي على الله تصح في رواية أخرى هذه الرواية ليس فيها إلا الإظهار هتقول لي طب ما ده بتقارب يا عم الشيخ الدال قريبة من السين أيوة وتقارب صغير كمان ماشي ليس كل تقارب يدغم ليس كل تقارب يخفى لا نعم التقارب التمافل التجانس أسباب للإدغام أسباب للإخفاء ولكن ليس كل تقارب يدغم ليس كل تجانس يدغم بل هناك ما يسمى بالرواية التي تحدد ما يدغم وما لا يدغم خلي بلك من دي كويس أوي اوعد تخذها قادة عامة وتمشي به لا القادة العامة الأساسية الرواية نعم في عند تقارب في عند تجانس في عند تماثل يعني تقارب حرفان إما أن يتقارب في المخرج أهو زيد دالوي السين أو يتقارب في الصفات أو يتقارب في الصفات دون المخرج أو العكس أي أن كان أو أن يتجانس بأن يتحد في المخرج ويختلف في الصفات أو يتماثل في المخرج والصفات وفي الاسم الواحد ولكن تارة يظهر تارة يدغم إلى آخره إذن كل هذه الأشياء التي يحكمها ويضبطها لي كيف جاءت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينقصين كده اسمها إيه؟ الرواية والتلقي خلّب لك وعتنس إبقى ده رقم واحد في الكلمة دي قد سامعة اتنين الدال تقلقل ليه؟ لأنها ساكن طيب بما أنها تقلقل البعض ممكن عشان القلقلة صفة قوي يعمل إزاي؟ قد سامعة سمعت من دال مفخمة لا القلقلة مع الدال نعم ولكن الدال ليست من حروف الاستعلاء بحروف الاستعلاء خص ضغط قض طيب إذن حرف الدال مستفل يعني حرف ضعيف رقيق نعم يبقى لما جاء قلقل ما فخمش الدال أقول قد سامعة ماقولش قد سامعة يبقى أخلّب لقلقلة مرققة مع الدال انتبه تعليم لفظ الجلالة معي هنا هنقرأ إزاي؟ قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها لاحظ كل ألفاظ الجلالة معي هنا قبلها مفتوح كأنها تؤكد على تفخيم حرف اللام في لام لفظ الجلالة انتبه للمد تشتكي إلى الله انتبه للغنة إن الله سميع بصير انتبه لترقيق الرأف بصير والحمد لله رب العالمين شكرا